السلام الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أحبابي وأحباب شفية المغربية لكم من السلام تنطلب الله سبحانه وتعالى يلقاكم هذا الفيديو وانتما في أحسن الأحوال اليوم معنا واحد الوصفة دي الحنة الحنة للفعل البنيات اللي بغين تزوجوا البنات اللي بغين يخدموا البنات اللي بغين أنهم يفرحوا ويسعدوا إن شاء الله ما يدور العام حتى يفرحوا بريوسهم ويجيبوا سعد المليح هذا الوصفة حطيتها في أول أول مرة في القناة أول ما بديت وبغيت نعودها لبنيات وبغيت نفرح بهم وبغيت إن شاء الله يكون الفرحة تدخل فرحة لبابهم والقلوبهم وتدخل حتى الأمور اللي تتعنيهم من قريب ومن بعيد من الأخ من الأخت من أي طرف حبيتوه وبغيتوه يكون معاكم في هذا الفعل هذا الفعل للمحبة والقبول والتسخير الناس اللي بغين أنهم يصخروا إما زواج وإما عمل وإما أي حاجة إذن معنا اليوم واحد طاقة إيجابية اللي غادي نخدمو بها بحول الله وقواته غادي إن شاء الله بحول الله وقواته غادي نحط واحد القبول ديال الحنة اللي غادي إن شاء الله يعطيك طاقة إيجابية ويكون عندك يكون عندك دائما الفرحة والقبول دائما فيما مشي انفرحوا وانساعدوا عندي موانع تعطلت في الزواج مشي عيب أنك تعطل في الزواج عيب أنك يطحب شطحة مشي يا هديك أو زواج ناقص إلا تعطلت تكون تعطيل بقدر الله أو بسحر الكفرة بالله لعبوا بصورتك وداروا لك موانع وداروا لك العوارد وداروا لك تأخير الزواج الناس اللي عندهم تعطيل الزواج يديروا لدون يحاولوا يأخذوا لدون ويكتبوا عليه آية الكرسي إلا بغيتوا هاد الوصفة حطوا لي في التعليقات وأنا غادي نديرها لكم بكل صرور ولكن أنتم بغيتوا طريقة ديالدون عندي في القناة طريقة كلها جوج وصفات ديالدون حاولوا تديروا الدون إما يوم الجمعة مع هذا الوقفة وإما يوم السبت الدون ديالي السبت يكون زوين إذن والماء ديالو ما تعوموا به متى شي حاجة حاولوا تخرجوه إلى خارج المنزل باش تكون عندكم وحد طاقة إيجابية تحاولوا أنكم ديما تديروا الفعل الفعل بطريقة ربانية أو طريقة سهلة اللي تعطيكم دائما الفرحة وتعطيكم طاقة إيجابية إن شاء الله غاي نخدم معاكم وصفات ديال ديال عمان وديال تدواش إن شاء الله غاي نخدم معاكم سلسلة جديدة من سلسلات شافية المغربية غاني أعطيكم طاقة إيجابية وتنتم اعطينا طاقة إيجابية بليلايك والدعم والبرتاج اللي خليكم عونو شافية المغربية باش نزيدوا القدام إن شاء الله هذا رجاء مني إذن بغينا نديرو هاد الفعل على نية العمل على نية الخدمة على نية الفرحة على نية أي نية بغيتها لأنك بغيتي واحد الهتف ديري الفعل والكمال وعلى الله أول حاجة هاد الفعل قديم ماشي جديد من وصفات القدام ديوننا فاش بدينا مدة ربع سنوات دبا عدنا ربع سنوات في هاد الميدان حطينا هاد هاد الحنى بنية طرد النحص طرد التوابع طرد النحص اللي تيكون عندك مانع لك العمل مانع لك الصفر مانع لك أي حاجة بغيت تحطي في يدك تتكون ما عندك شفية صغيرة إذن هاد الوصفات هاد الوصفة دي الحنى كل شي دارها وكل شي سبحان الله عطاته نتيجة فرحة وقبول وأغنبيت البنات تزوجوا بها إذن هاد الوصفة رائعة وأكثر من رائعة غير ديروها وانتم على نية ديال الزواج أو عمل أو صفر أو بغيتهم كاملين ديري النية ديالك إذن غادي ناخد سكر أي سكر غادي تاخديه أنا أخديته هنا واحد القطعة والحنى ما غاديش تديري كميك كبيرة غادي تديري نية ديالك على غادي تصويها الراسك و تديريها الراسك بغيتي أن أختيك تايا عندها تعطيل تحاول تاخد تايا واحد المعلقة للحنى مع قطعة سكر شتوني رطبتها بماء الزهر ماشي ماء الورد ماء الزهر باش أن هاد قطعة هاد القرعة دي الماء الزهر غادي تعمي بها إن شاء الله مع الماء دافي مع صورة الواقعة تاخدي غير شوية منها تديري في الحنى النهار اللي غادي تبغي تديري هاد الحنى غادي تاخدي قنينة ماء الزهر و غادي توضعيها في واحد السطل سطل الماء بحطيها في ماء بارد و غادي إن شاء الله تقرأي لها صورة الواقعة مرة واحدة و تقرأ اسم الجامع مية مرة و غادي تقرأ اسم القريب مية مرة و غادي تحط يديك سطيلة في سطح البيت بالنية ديال جلب ما تريدين تنوي هذك النيا ديالك و لكن ما تقوليها التحت غير بينك و بين نفسك و تطلع يديك سطح البيت في سطح البيت و غادي تخليه تنجم ليلى كاملة و غادي إن شاء الله تهوديه و تدخلي واحد الوعاء إلى غرفة ديالك الغرفة ديالك غادي تقرأي آية الكرسي في الأركان ديال البيت أركان البيت عندك ربعات الأركان غادي تقرأها ربعة عندك خمسة غادي تقرأها خمسة عندك بغيتي أنك تحصني حتى السقف سقف البيت الغرفة اللي انتي فيها إذن سبع مرات غادي تقرأيها قرأي على الأركان وسقف البيت والأرضية ديال البيت آية الكرسي سبع مرات وإن شاء الله غادي الدخلي تحيدي الملابس ديالك وتقولي بسم الله وغادي الدخلي وسط ديك الوعاء وتأخدي ماء الزهر مع الماء اللي نجمتيه في سطح البيت غادي تضيفي ليه ماء دافي أو سخون باش أنه ميجيكش بارد كين الناس اللي في الصيف تيخويوا عليهم بارد وانتو مدابا الحال برد ما تدفيوش هو حطو فيه ماء ساخن لأن ماءة القرآن ما تيصنش إذن حاولوا أنكم تاخدوا هدك الماء وتخويوا تاخدوا واحد الوعاء وتبقى وتخويوا على الرأس ديالكم على الكتفين على الصدر على البطن على الرجلين حتى تكملي هدك الماء ديال رقيا ديال صورة الواقعة مع اسم الجامع مئة مرة اسم القريب الوقت اللي تكملي اسم القريب قولي قربلي أمنياتي اسم الجامع غادي تقولي اللهم اجمعني مع كده وكده زاواج حبيب خاطيب أي حاجة المهم إلا نسيت في الأول أنا قلتها لكم دابا وغادي إن شاء الله تاخدي تخلي واحد شوية من هاد الماء الزهر ولي غادي نحطوه في الحنة اللي غادي رفيدك ديال الفال إذا غادي ناخد واحد المعلقة ديال الحنة وغادي نوضعها في هاد ماء الزهر أو على حسب تخليطة ديال هاد الحنة اللي غادي نخلطو وغادي إن شاء الله نقرأ عليها صورة الواقعة نقرأ عليها صورة الواقعة على قياسيديك غادي تحاولي على قياسيديك غادي تخلطي هاد الحنة بالنية ديال جلب الخطاب صفر عمل أي حاجة تمنيتها وانتهاتها ديال قطعة سكر ترتبيها بشوية قطعة أو معلقة ديال آآ السكر حبيباس وغادي نقرأ صورة الواقعة كاملة وغادي نقرأ اسم القريب نية مرة وغادي نقرأ اسم الجامع هنا في الحنة غادي نقرأ الدعاء ديال اسم الجامع منكمل اسم الجامع غادي نقرأ يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمعني مع كده وكده يا جامع يا جامع الناس اجمعني مع أمنيتي يا جامع الناس اجمعني مع كده وكده يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمعني مع أمنيتي صفر عمل أي حاجة تمنيتها عن صدر بي غادي أعطيها لكم ولكن ديروها بالنية غادي نحاول أنني نديرها في الديا بجوج اليمنى واليسرى نحاول ندير واحد دائرة هنا ودائرة هنا أتحاولوا تديروا جوج دوائر على حسب النية اللي بغيتوا هذه الحنة أتخلي واحدة تكرم وغادي تجمعوها وديروها في محبق أو مزهرية تكون نبات نبات وانت تقولي يربي تحقق لي الأماني يربي تحقق لي الأماني ثلاث مرات وغادي ديرها في ذلك المزهرية تكون نبات حي أو تحطيها في مكان عاشب مكان عاشب يكون شجرة ديل الزيتون أو شجرة الليمون أو شجرة ديل أي فاكهة إذن غادي يكون عندك تحقيق الأماني بغيتي الزواج غادي تحطي شوية هنا بغيتي الزواج غادي تحطي هنا هنا واحد النقيطة تحت الخاتم. سوف يدير دائرة هنا في اليمنى وفي اليسرى وانتوما بدأوا في اليمنى لان انا تنصور. سوف يدير دائرة بحلقة بالنية على اليمين واليسرى ولكن تحت الخاتم هنا الخاتم الزواج سوف يدير واحد النقيطة لانها لو قاتلكم الحنى سوف تحاولوا ديما تجدوها حتى تكتمل هذه الحنى. تخليها في الغرفة ديالك ولكن ديما الحنى تبقى تكرم تتكرم في الدك وتلوحها في مكان عاشب او مزهرية تكون عندكم في البيت تكون نبات حي. اذا احبابي هاد الوصفة حطيتها علشانكم للفرحة والفعل الحسن والطاقة الايجابية. اذا فرحونا بلايك ودعمونا باش نزيدوا القدام وربي سبحانه وتعالى يعاونكم ويعاوننا على كل حاجة فيها خير ولكم التسخير ولكم ان شاء الله الفعل الحسن. اذا تنتمنى لكم حتى سعيد والى وصفة اخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة